السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم باخر و على خير اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد و طلبية جديدة ولكن هذه المرة كوموند كانت ليا ماشي شي كليانا صراحة اول مرة سوف نفرح براسة و سوف نخدم شي كوموند ليا و خارجة ليس فكر نخدمها كذلك للبضار ولكن سوف نخدمها كذلك لوليدات قدركم عارفين عيد الميلاد او كذا حفلات اللي وليدت و لم اعمرني فكرت ان انا نخدم شي كوموند ليا و هذه المرة قررت ان انا نفرح براسة و نحتفل براسة و نخدم كوموند ليا انا بحالي اللي سوف نخدم هالشي كليانا ملقى حتى الزت و خسراحة اخدمت غير بدك شي بسيط و بدك شي كان عندي مكلفتش على راسي بزاف و مادرت شي حاجة كثيرة و ان شاء الله في الفيديو الجايرة سوف نشارك معكم المناسبة و سوف نشارك معكم حتى الحفلة و اللي شاطره فيكم تفكر وتخمم و تقول لي اشنو هي المناسبة بالنسبة لهذا الفيديو فانا تعمت ان انا نصوره بحده و نشاركه معكم بحده على حسب اللي يخدمه على راسهم بغيناك يعرفوا الاتمينة ديال كل حاجة و الوصفة بالتفاصيل الممل لانا لاجيت نشاركه معكم هاد الشي في وسط الحفلة سيجي دك شي مرون بزاف فاذاك شي لاش قررت ان انا نقسم لكم الفيديو اه تبعوا معي اخواتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله غتشوفوا معي كل شي بقى دق تفاصيل اتمينات البيع ديال كل حاجة و خمكانش للبيع هاد الشي غير ما تبخرش عيه اخواتي بلايكاتكم والله جزيكم باخير ما تنسوش لي لايك ديروا لايك باش تشجعوني كثر و كثر وتحفزوني انني نشارك معكم اي حاجة عدرتها سواء للداري او للخدمة و لا تنسوش تبارتاجي الفيديو مع القناس اللي كتعرفوا باش تعمل الفائدة واللي اول مرة كتزور القناة كنقوليك اختي مرحبه بك والف مرحبه اشتركي فعلي الجرس باش دائما توصلي بجديد فيديوهات ديالي و يلا نبدأ و بسم الله على بركتي الله اول حاجة غنبدا بيها معكم فغنبدا بتحضير الكيك اللي غنحضره به القاتو اللي غيكون تقريبا شابه بالمولي كيك وصراحة يجي احسن من المولي كيك وساهل اقتصادي غنحتاج فينا يستد الحبات ديال البيض يكونوا بدرجه حرارات لمطبخ وحجم متوسط كاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 150 جرام العبار دائما بالكاس ديال العنبه اللي كيسوني علاج كاس ديال العنبه اشنو هو واحد الكاس كي يعيير 200 ميليلي لتر مرسومة في هذك شكل ديال العنبه احنا كنقولو له كاس غنحتاج نصف كاس ديال الحليب 100 ميلي لتر تولد كاس ديال الزيت النباتية تقريبا 75 ميلي لتر هكذاك زوج الكوس مع مرنش ديال الدقيق الابيض كل كاس في 100 جرام يعني المجموع هو 200 جرام غنحتاج كيس ديال الخميرة كيماوية وكيس سكر بنوكات الفانيليا ممكن تعود الفانيليا بأي نوكات تفضل اولى بمبشور الحامض ورشيشة ديال الملح دائما لتصحيح الدوك وغاندوز دائما باش نخلط الكيك كما تلاحضوا معي انا غانخدم بالبيتخان وممكن تخدموه بالخلط الكهربائي ضفت هناي الملحة ووسكار والفاني على البيض وغادي نضيرو كي تطرب حتى كي يطلع كي تضاف الحجم ديالو يتغير شوية اللون ديالو من اللون الاسفر لللون الابيض من بعد غادي نضيف عليه الزيت ولكن ما كنضيفوش دفعة واحدة كنضيفو غير شوية بشوية وفنفس الوقت ترى البيتخان راخدان وغادي نضيف ايضا الحليب الحليب حتى وكنضيفو غير اقترب اقترب باش ميهبطش لي اذاك القوام ديال البيض وغا نزيد نخلطها كده غير 31 ثانية ونحبس غير لما يتخلط لي اذاك الزيت والحليب مع البيض صافي وكنحبس كي يبقى هكذا القوام ديال البيض من فوق يعني ما كيهبطش لنا البيض من بعد غادي نضيف الدقيق دائما الدقيق كنضيفو على زوج اولى ثلاثة ديال الدفعات ضفت هنا يدفع اللوله خلط هكذا غير بالفوي ودائما الدقيق كنغرب له مباشرة فوق الخاليط ديال البيض وكن بده كده نخلط غير بالفوي ديال العجانة ولكن كان نخلط بشكل دائري وكن بده نطلع هكذا من تحت الفوق من تحت الفوق باش ميهبطش لي اذاك البيض دقيق كامل في البيض من بعد غادي نخد داك الخاليط كامل غنديره في مول دائري القطر ديالو 18 سنتيمتر حيث انا بغيت الكيك يجي شوية صغير ما بغيت وش يجي كبير بزاف و المول اراني لبست له الورق ديال الفورن كي ملاحتم معي مع الجناب وحتى في الاسفل ديال وراء غلفته بالورق ديال الفورن وغندخل داك الكيك الفران يطيب من الفوق النار كتكون تحت منه واحد لمدة ديال خمسة وثلاثين دقيقة حتى الربعين دقيقة من بعد كانها بطول تحت غير واحد خمسة دقائق انا هلا تحرق لي شوية من الواجهة ديالو لانه كان عندي النار قريبة بزاف الكيك اللي عندها فورن كهربائرة غايكون احسن تديرو على النار اللي كتكون مهيلة تقريبا وحد مئة وسبعين مئة وثمانين داراجة المدة ديال الطياب اللي كياخد راك ياخد ما بين اربعين حتى الخمسين دقيقة لانه كتكون النار مهيلة و راكم عارفين كي يكون عالي شوية كي يبغي الطياب بزاف سوف يخليت هنا الكيك علاجين بغادي ندو زبابج نحضر القناش مونتي اللي غادي ننمر بها الكيك من الدخل حتى جيت فيها 500 جرام ديال الشوكولة انا استعملت هنا شوكولة غيش وشوكولة بالحالب مهم تكون النوعية ديال الشوكولة تم زيانة 500 جرام في المجموعين 250 جرام من كلها نوع و 500 جرام ديال الكريمة السائلة هاد المرة استعملت هولالا استعملوا اي نوع متوفر عندكم يعني نصف لتر ديال الكريمة السائلة هناخد ديال الكريمة كنديرها فوق النار اللي كتكون مهيلة حتى كتوصل درجة الغلايين من بعد كنجيبها كنخويها مباشرة فوق الشوكولات والشوكولات هنا كنكون مقطعة طريفات صغيرة باش يدوبليها بسرعة وكنبقاها كده نحرك نحرك بواحد الفوي حتى كتدوبليها ديال الشوكولات مع الكريمة وصفي كما كتلاحظو معي هكدك يرجع القاوم ديالها من بعد غادي ناخد واحد البلاستيك غدائي ونغطي به الوجه ديال هاد الكريمة هذي ولكن البلاستيك يكون يلامس الوجه ديال الكريمة باش ما تبداش تعرق لنا وتطلق لنا الماء في الكريمة وتقدر تفسد لنا الكريمة مهم غادي ندخل ديال الكريمة للتلاجة على الاقل نخليها واحد لمدة ديال الساعتين باش تماسك مزيان وطلع ليا بسرعة سوف نحضر كريمة الزبدة السويسرية اللي سوف نغلف بها الكيك سوف نحسنش فيها هنا خمسة ديال بياض البيض من الأحسن بياض البيض يكونوا جبته نهار قبل من تلاجة أنا صراحة درا كان عندي في المجمد دائما ما كان خدم كريمة الزبدة بالصفار ديال البيض كان حسافة بالبيض في المجمد من اللي كان بغيه كان جبدو لي الى قبل وكان خليه ديال كونجلة على خطره وكانستعملوا لغدله المهم كما قلت لكم عندي خمسة ديال بياض البيض عندي هنا تلت مية وخمسين قرام ديال الزبدة من أصل حيواني أنا استعملت هنا يا صونترال استعملوا اي نوع المهم تكون نوعية جيدة مية وخمسين قرام ديال السكر حبيبات ما يعادي الكسد ديال العنبه واحد التيز ديال السكر بنوكات الفانيليا او لمع القصغرة ديال الفاني بودغة هنا غادي ناخد السكر نضيفه على بياض البيض ونضيف حتى الفاني باش تدوب ليمع السكر سوف نحركهم مزيان ونضيفهم فوق باماغي او لحم ماء كتكون النار تحت من نوع مهي لا ما تكونش مش هدا بزاف مش ما يتحرقش لنا البيض ونبدأ هكذا كنحرك نحرك حتى يدوب ذلك السكر وكتحسوا بذلك بياض البيض بحال اللون دياله بدك يبيض واحد شوية ما كيبقاش هكذا شفاف وذلك الحبيبات ديال السكر كيدوب والمهم عنده تقريبا واحد خمسة دقيق ستا دقيق فوق هكذا فوق باماغي سافي وكتحيدوه وكتديروه يتطرب مباشرة الى كانت عندكم العجانة او لبيتخان الاحسن ستعملوها ما كانش عندكم ستعملوه غير الخلاط الكهربائي او للباتوغ ولكن لا يصعب عليكم شوية مأمورية لان كريم كتزبدة السويسرية كتبغي الخدمة بزاف بزاف وكتبغي بيتخان يكون مجهد مهم هناك كما لحتوا معي انا ديت ذاك البيض قدرتوه في العجانة باش يتطرب مزيان مهم درتوه على صور عالي كتكون في الاول كان دينها مهيلة ومن بعد كان بدان تطلح حتى الثلاث صور عالي كتكون مجهده حتى كيطلع ذاك بايض البيض مزيان مزيان وكيرجع اللون دياله هكذا ابيض لامع وكيوقف يعني كي ترجع عندنا كذا ذاك الامع وغانق هكذا واقفة انتوا كما لحتوا معي هكذا كيكون القاوام ديالها سافي من بعد فاش كان وصل لهاد القاوام وكان تأكد بان ذاك بايض البيض برد ما بقاش سخون ضروري ما تتأكدوا ان بايض البيض كيكون بارد بكيكونش باقي سخون باش ما تدومش لنا الزبدة وتفسد لنا الكريمة وهنايا غنبقى نضيف ذاك الزبدة شوية بشوية واهم حاجة ان الزبدة تكون بدرجة حرارة لما الطبخ ما خساش تكون بارده يعني ما تجبدوهاش مكلاجه وتستعملوها باش كتطلع لكم الكريمة بسرعة كنت تعطينا نتيجة زوينة وهنايا الزبدة را كان بقى نضيف غير شوية بشوية وفي نفس الوقت را نخلط عندي راخد دام يعني ما واقفش على سرعة اللي كتكون متوسطة ماشي مجهدة وماشي مهيلة حسنا كطلخي بدرجة مرحوش حيش على الكريمة اما في الاخيرة hera اطلع لكم الكريمة كريمة الزبدة السويسرية ثم تطلع كما قلت لكم تقريبا تأخذ لكم 15 دقيقة أو 20 دقيقة وأنتم ستطربوا على السرعة التي تكون عالية دبرا عليت السرعة بيتخا و تطلع كريمة و توقف و ترجع كريمة الزبدة لديها ناجحة و تحديثة ولكن اللي لا يوجدها مبتدئة لا يمكنك تجربها من الأحسن كريمة الزبدة التي تتختم بصفر البيضة التي تشاركتها ستجربها جيدة وسهلة كما لحتموا معي يكون القاوم الكريمة شوفوا كيف تأتيها خفيفة و تأتي واقفة و تدرسها و تأتيها رائعة و تأتيها بنينة في هذه المرحلة لو تريدوا تضيفها لأشينوكها أو بخالينة تقدروا تضيفها مهمة بعد موجة الكريمة الزبدة سوف نجعلها على جد لا ندخلها للتلاجة سوف نعمل بها مباشرة سوف نطلع الكريمة غاناش و مونتين اللي خليته برد مزيان تقريبا واحد ساعتين في التلاجة و اللي عندها الوقت من الأحسن تجعله ليلة كاملة لكي تأكدوا انها برد مزيان سوف نطلع الكريمة كما لحتموا معي راس تعملت هنا بيترام لكي يستهل علي الخدمة و سوف تقدروا تخدمه بخلط كهربائي لا يمكن تطلع لك الكريمة مزيان كما لحتموا معي حتى ترجع لديك الكريمة اللي هي واقفة و متمزكة و تجي شدة فرصة و تجي رائعة بالنسبة لكيك ديزاين أو لبياس مونتي سوف ننصحكم بالكريم غاناش مونتي سواء بشوكولاتة بيضاء أو لشوكولاتة سوداء و سوف يده بكل شي عندي واجد الكيك أولى الجنواز عندي بردات الكريمات عندي واجدين هنا سوف نحتاج واحد السيرو اللي تستغيب الماء و سكر و الفاني عادي كس ديزا سكر مع زوج كيسان ديال الماء واحد معلقة الفاني بودغ و هنا بالنسبة لكريمات رادرتهم في واحد البوشة دوي اللي كيكون عادي ستعملت غير هادو اللي جوتاب لا يكونش بسنن وبالنسبة للسيرو اللي بنات ستعملوه بارد ماشي سخون والكيك حتى هو يكون بارد الكريمات عندي بارد الكوشي عندي بارد هنا سوف نحتاج نسلي كغامل اللي غنديروا فلوس او لا تستغنو عليه او لا تستغنو عليه او لا تديروا شي كولية ديالشي فواكي ولا اللي عندكم او لا كونفيتوغ و سستعمل ايضا شوية المكسرات باش كي يجيك الكيك من الداخل فيه ديكت قرميشة انا استعملت هنا شوية البندق اللوز القرقاء الكاجو اللي عندكم المهم ديروه و سوف ندوز دبا باش نقطع الكيك باش نمونته اول حاجة غنحل دك الفوق ديال الكيك اللي كان ممقاد شو محروق في نفس الوقت و سنقسم دبا الكيك ديالي على ربعه ديال الدوائر انا بغيت ندير غير ربعه لانا انا عارفين درتوغي لي و غير الدار اما هو في الاصل فاش نخدمه كومون درا كان ندير ستا ديال طبقات يعني كان ندير هالدوائر كيكونوا شوية رقاقين و كان نخرج منه ستا اما دبا خرجت غير ربعه و كانوا شوية غلاد سوف نرجع دبا و انا اخذ داك المول اللي خدمت فيه في الاول الكيك غلفتوه مزيان بالبلاستيك الغذائي او لا اي بلاستيك عندكم و قد نبدأ دبا منطف الكيك ديالي اول حاجه خديت داك داك الطبقة اللي كانت التحت هي اللي درتها التحت لانا هذا يكون الوجه ديال الكيك من بعد مش كيكون هكذا مقاد ومساوي درتوها كذا كما لحتوا معي على وجهه الاسفل ديال و خليتوه من الاسفل و سقيت الكيك مزيان بسير و خديت ايه كريمة الزبدة درتها غير مع الجنب ماشي في الوسط لانا انا غد ينغلف الكيك حتى هو بكريمة الزبدة و ما بغيتش يخرج لي الكريم قاناش هكذا مع الجنب باش كتجيني الخدمة كذا مفي نياء و نقية و درت هكذا الكريم قاناش في الوسط قديتوه بواحد الملعقة استعملوا غير اللي عندكم انا كما لحتوا معي غير معلقة خدمت بيها و غن دير اكدا شوية المكسرات في الوسط الكمية اللي عندكم ديروها مش كيجيوا كده بنانين و جيوا دك تقرميشة في الكيك ديالكم درت ايضا شوية ديال نيسلي كغامل ورجعت عاو ثاني درت الطبقة اخرى ديال الكيك او للجنواز و غدين سقيتها مزيان بسيرو و غندير الجنب ديال الكيك غدين نغلفوها كده كما لحتوا بعيها بكريمة الزبدة و الوسط غنديرو الكريم قاناش يعني هاد الطريقة غنديرها في الطبقات الكاملين سوف ننطولش عليكم الفيديو بزاق سوف نبقى غادي هاد الطبقة بطبقة حتى تنسى دك الكيك ديالي كامل و من بعد فاش سالية غلفتوه مزيان بالبلاستيك غدائي باش ما يشمش ليها الشريحة ديال المجمد و غندخل داب الكيك ديالي المجمد على الاقل يبقى واحد ساعتين او لا ثلاثة ستوية و الى كان عندكم الوقت تخليوا يباتلي لكاملة يكون احسن انا صراحة ما كانش عندي الوقت لان هادش يكونش يدرتوه تقريبا غير في نهار وص او لا يومين ما كانش عندي بزافة الوقت خليجو واحد ساعتين اقوش بالطبق انا كريمة الزبدة تجمد كتاخدش بزاف ديال الوقت و انا عندي المو جمد شوية مجهد يعني ضغيك يجمد لي الحاجة صافي و من بعد فاش كتتجمد لي ديك الكريمة كما لحتم معي غادي ناخد داب الكيك ضغيك يديموله من ذاك المول لان ذاك البلاستيك اللي يدرنا هو يساعد الكيك بصورة يديموله من اللومول دياله و صافي و كان بدا كده نغلب في الكيك ديالي كما تلاحظوا معي بديك الكريمة ديال الزبدة بالنسبة الكريمة الزبدة صراحة انا ما ادخلتها لان انا دبع البرودة خليتها غير على بره بقات هكد الكريمية اما ادخلتوها للتلاجة فرغا تجمد ليكم انها ترجع تقصح وتقدرو تعاودو تخلطوها مرة اخرى و شنو هي رغا تدي لكم شو ترجع تطلق لكم بكل سهولة وتخدمو بكل سهولة صافي و كما لحتموا معي كان بدا كده نعمر ذاك الكيك مزيان بالكريمة و كان ليسي لوقت الجناب و من بعد كان نرجع ليسي حتى الوجه دياله باش نقدو و صراحة انا ما اعطته شي اهمية و قديته مزيان مزيان لان كما قلت لكم لك كل حاجه غليك تقولي مشكلة لما قديته سوف نضيفها في واحد الدميعات اخذت شوكولاتة بيضاء و تفوق حمام مائي و سوف نضيف لها نصف ملعقة صغيرة لها الساتيون او هذا الملمع لكي يأتي باحد اللون بحلة مية للصفر و يعطينا بحلة شوكولاتة مذهبة مهم اذا لا تريدون شوكولاتة او شوكولاتة سوداء او لان شوكولاتة او لان شوكولاتة سوف نضيف الملمع مع الشوكولاتة اخذت شوكولاتة في واحد الكورني و قد تكون صغيرة و بدأت نزين بها غير الجناب كما تلاحظوا معي بشكل عشوائي تبدو تدور الكيك و تضيفه في الشوكولاتة و قد اخذت كريمة الزبدة اخذتها في واحد البوشة كما تلاحظوا معي كما تلاحظوا معي بهذا الشكل يكون دوائر التي تكون بحلة متكي على بعضياتها بصراحة هذا الشكل تزياره يجيزون وسهل و يجيزون و يجيزون بجميع الانواع اخذتها و من بعد مثالية تزيارة الكريمة يجيزون و غير صالحين للأكل و يجيزون تحتاجتها في الجنب و تحتاجتها في فردي و تحتاجتتها من الفوق و تحتاجتها سوف نحضر معكم الماغنوم و القليبات الشوكولة اخذت هنا الكيكا عادية تغير بزوج البيضات نصف كسد الزيت نصف كسد الزيت نصف كسد الحليب أو ياورت واحد كسد الخميرات نضيف معها هنا مكسرات لتقرمشة جيزوينة مكسرات التي نستعملها و سوف نجمع الخليط بشكل عادي ممكن تستعملوا نسلي كرامل أو نوتلا انا بغيت الخليط بيض بشكل يبقى بيض بشكل يوم تحت الشوكولات اخذت الكيكا فرتتها كده مجيش معجنة ويجي دوك الفرات كده اما كتفرتوا بيديكم ولا كتدوزوها في الهاشوار ولا كتدوزو الكيك في الحكاك وصفي هنا المهم سوف نجمع الكيكا بعدما ضفت له المكسرات بالنسبة للمكسرات التي استعملت نفسهم التي دخلتهم في القاتو كجو و القرقاء اللوز البندق هم مخمرين و مقطعين ارقاق سوف نحضر الماقنوم سوف نحتاج هذه الماقنوم و العويدات الماقنوم باقي مستلزمات الحلويات و كنبدأ كده نعمر في هدوك الحفيرات ديال الماقنوم بالخالط ديال الكيك اللي عندي كما كتلاحظو ما يعني كان دير واحد الكيميا اللي تكون الاحساب القيس ديال داك الفارغ اللي عندي و كندغط عليها مزيان باش كتاخد داك لفوغم ديال هدك السيليكون هدك وتاخد داك الشكل كيجيم قاد ومتيويل و كان اخدوك العويدات ديال الماقنوم و كان ندخلو مكدا في وسط داك الكيك غير وشنو يام اللي كان ندخلو بحله كان ندفعو من الفوق باش ما يجيوش خرجين من التحت و يجيو باينين في الوجه ديال الماقنوم و بالنسبة لطريقة ديال الماقنوم رابعينة سهلة و يعني عملية يقدر اي وحدة تديرها ماشي شي حاجة اللي هي معقدة اولى صعيبة سافي و مين بعد فاش كان عمر داك السيليكون كامل انا عندي هذا الكبير ديال ثمانية كان ندخل داك اللي مجمد واحد مدة ديال خمسة دقائق اي خمسة دقائق كان يشدوا راسهم شوية و كان نجبدهم و كان زولهم من هذا الكسيليكون و ما راح تغياء كيتحيدو روشنو ييد دفعو العمود للفوق او لادوك العويدات ديال الماقنوم دفعوهم للفوق و منهم كانت تخرجوا اللي ماقنوم سافي و هكدا قادي نستمر حتى ندير الكيميا اللي انا محتاجة انا تقريبا عندي العدد ديالنس 1-12 ولا 13 ولا هكدا الماكسيوم عندي خمسة درت تقريبا 16 الوحدة درت وحدة ولا زوج هكدا زيادة اللهم ما زيادة و هكدا المقصان ما ينصف من بعد مسالي تلك الكيميا اللي درت قادي نغطسهم دابا اولا نغطسهم دابا في الشوكولات خديت شوكولاتة بيضاء استعملت هنا غير قاعدة دوبتها فوق حمام مائي و درتها في واحد الكاس اللي كيكون كدا عالي شوية باش كيدخلو دوكلي مقنوم كاملي قادي نغطسها دوكلي مقنوم في الشوكولاتة البيضاء كما كتلاحظو معايا و كانوا ضحون في واحد البابي الوارق ديال الفرن باش ميلسكوليش في طاويلة ديال العمل و دائما اللي مقنوم باش كيجيون هكدا نفينين و نقيين ذاك الزائد ديال الشوكولات ديما كان مسحوها هكدا في واحد البلاسة فوق الورق ديال الفرن و بالنسبة للمقنوم اللي كان ديرو الشوكولاتة البيضاء ضروري ما كان ديروكوش او لزوج ديال ليكوش ديال الشوكولاتة مثل المقنوم كيجي ببيض ما كيجيش كدا كيبان من تحتو داك الكيك لان الشوكولاتة البيضاء بحل كتبقى شفافة و انا قمت لهم او ثانية للمرة التانية اجدت لهم الشوكولاتة البيضاء اجدتهم حتى تجمدوا بسرعة كي تجمدوا با البرودة و سنزينهم بهذه الريشة هادو اللي صراحة انا حضرتهم بهذه السيليكون هادو ولكن غير بالشوكولاتة البيضاء و اجدوا لي اشوي الوقت ولكن لم يكن لدي عجينة شوكولاتة او لا بطاسيك استعملت غير شوكولاتة بيضاء مدوبة و قمت بقيت فى الحفيرات و قمت بقيت زوجتي تجمدوا و قمت بقيت و قمت بقيت و قمت بقيت فى الحفيرات و من بعد ردهنت تلك الريشة بالملمع الذهبي لان انا خدمت غير على التام البيض مع الذهبي صراحة جازوين قمت بقيت بقيت نفس اللون و سوف يوقع نلسق ذلك الريشة هادا فوق المقنون كما تلاحظو معى بهذه الشكل هادا بليستيانه بواحد شوية ديالشوكولاتة بيضاء و هنا غدين نصوب ايضا هاد القليبات هادو ديالشوكولات اللي غدين نخدمه باد السيليكون هاد القليبات ديال الكريستال خديت هنا نفس الخالط اللي خدمت به لي مقنون و عندي هنا شوكولاتة بيضاء ايضا استعملت غير قالاد و بتفوق حمام مائي و غدين نخدم بها كما تلاحظو معايا اخد سيليكون و ندير فيها تقريب ان واحد معالق ديالشوكولاتة البيض و نبدأ نمشيهم على الفارغ اللي عندي في الوسط باحد البانسو باش كيجيني ذاك القلب كلهم مغلف بالشوكولاتة و ما كيديش لي كيمية كبيرة ديال الشوكولاتة طريقة سهلة بزاف باش تخدموا بيها واي مرا كنديرهم كلهم دفعة واحدة و من بعد را كان بدا هكدا نمشيهم مع الجناب و حتي لا بنت لي ذاك طبقه رقيقة ديالشوكولاتة را كان سننا ذاك شوكولاتة شوية تجمدوا تشد راسة و كان عود عود ثاني مرا خرا كان دير طبقه خرا ديالشوكولات باش ما يبقاش يبالي ذاك ذاك الخالط ديال الكيك من تحت شوكولاتة صافي و من بعد ما لبستهم عكدا كامل كما كتلاحظوا معي بالشوكولاتة غنخلي ذاك الشوكولاتة تشد راسة واحد شوية الى كان الجو بارد ما يحتاج ندخلها لتلاجة كان الجو صخورة كان دخلها لتلاجة واحد جوج دقايق و من بعد كان اعمر ذاك كل الفراغات بالخالط اللي عندي ديال الكيك و نضغط عليها كده مزيان باش كي يجيني الفوق دياله مساوي و من بعد كان نغطي ذاك القليبات كان نغطيهم بشوكولاتة البيضاء من الفوق كما كتلاحظوا معي واحد الميلقة صغيرة و نبدأ كده نغطي ذاك الخالط ديال الكيك كله بشوكولاتة من الاحسن ما تعمروا تالفوق باش ما يجيكم شاكده بومبي فاش نجيو نقلبوه ما يجيش هكذا مقد في الحطة خلي واحد الميلي متخاك باش تعمره بالشوكولات صافي و من بعد ديك الساعات را كندخلهم تلاجه واحد جو 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 دقيق علامة تجمد لي ديك الشوكولاتة و كنديموليهم بكل سهولة و كيجيها كده الشكل دياله مزوين و مقاد و متيول يعني سادوك الجنبي لك انو مقدر غير ديك الشوكولاتة تحيدوها غير بيديكم او لك تنجروها بواحد الموس من بعد غادي نزينا كده من الفوق بواحد الخطوط ديال الشوكولاتة بيضاء نفس الشوكولات اللي استعملت هنا واحد الحبات غايبانو لكم كيبانو شوية في الاسود لان ما بقاش ليال خالد ديال الكيك اضطريت اني نضيف واحد شوية ديال الكيك كان عندي في اللون الاسود لكش علاج جا شوية بعين و لكن و خاك ذكره ما جاش باين بزاف المهم كيما كتلاحظوا معي را درت غير في الجنب ديال 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 القليب اللي قدرت له ديال الخطوط ديال الشوكولاتة و من بعد غا نزيين هكدا بواحد شوية ديال ورق الذهب هكدا في الجنب ديال 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 القليبات والتزيين هكي يبقى هنا اختياري تقدر ترشو عليهم شوية العقيق في اي نون متوفر عندكم عندما كما لحتوا معي هكدا كي يكون الشكل ديالهم و دابا بعد المسألة تكون شيئا عندوز دابا باش نحضر لي كاب كيك غنحتاج فيهم اربعات الحبات ديال البيض ارشيشة ديال الملح كيس ديال السكر بينوكات الفانيليا و كاس ديال سكر حبيبانو و 150 قرار سوف نخلط المكونات كلهم مع بعديتهم بخلط كهربائي حتى كي ندرج مع بعديتهم و البيض يطلع واحد شوية غير شوية ماشي بزاف يعني بحل خالص ديال الجنواز سوف يوم من بعد نضيف نصف كاس الزيت النباتية راكم عارفين اللي كاب كيك ما كيحتاجوش الزيت بزاف و غنزيد نخلط واحد شوية من بعد نضيف زوج العلب ديال الياورت بدوقة الفانيليا بدوقة الفاني بكاس ديال الحليب يعني 200 ميليليلتر ديال الحليب و غنزيد نخلط واحد شوية ما نكترش بزاف باش ما يهضبط ليا ذاك القوام ديال الخالي و من بعد نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق ف غنزيد جوج الكوس ديال النباتية اللي هما 250 قرام كل كاس فيه 125 قرام ضفت هنا الكاس الليول غربته مباشرة فوق الخاليات ديال الكيك و غنزيد نحركم زيان و غنزيد نضيف ثاني الكاس الثاني و بالنسبة للكاس الثاني غنزيد نضيف معه زوج الأكيز خميرة كيماوية من فئة 7 او 8 قرام ما شو مهم و غنزيد نخلط الخاليات ديال الكيك اللي يكون القوام دياله شوية خفيف ميكونش تقيل بزاف باش ميجولش لكاب كيك مقببين غنزينوهم بالكريمة إذا كنتو غنزينوهم غير يعني بلا كريمة تقدروا تضيفوا واحد نصف كاس ديال دقيق وهنايا غنزيد نستعمل هذه الكاسات اللون ديالهم في الضوغة لان كما قلت لكم انا بغيت نخدم غير على البيض والدهبي سوف نعمر فيهم الخاليات ديال الكاب كيك غير هو ما غنعمرش بزاف غنزيد نصف او لقل من نصف واحد شوية المهم بالنسبة لها الكيمية اللي شاركت معكم ارها خرجت لي 16 حبة ديال الكاب كيك تقدر تخرج لكم حتى كتر إذا كنتو غنزينوهم صغر من هكا ما ندرتهم دعبة كبارين لكشي لاش خرجت لي 16 حبة سوف يمبعد مساريتم ادخلوا من الفران اللي كان دجا مسخن من قبل على النار اللي كتكون متوسطة انطيبهم من الفوق واحد لمدة ديال 10 دقيق حتى 12 دقيقة ونهبطهم بالتحت غير 1 جوش دقيق تقريبا كي ياخدوا 4 ساعة تقريبا كي يتعطلوش بزاف اللي عندها فورن كهربائير اغدرهم على 180 درجة بغيتو تشعلو عليهم من الفوق و من التحت في نفس الوقت تقدرو تشعلو عليهم من تحت و من الفوق سوف يوم بعد فاش كنخرجهم من الفران كنخليو يبردوا واحد شوية وندير لهم هكذا واحد تقيبة في الوسط لاناني غادي نعمرهم ببنسلي كغامل بغيتو تخليهم غير هكذا تقدرو تخليهم غير هكذا كي يجوزوينين او لا تعمروا مكيف مادرت انا سواء بنسلي او لا بشوكولاتة الدهن او لا كونفيتور سوف يوم من بعد غادي نزيينهم بالكريمة بالنسبة الكريمة اللي غادي نستعمل هادي نستعمل كريمة بالجبن واللي درت فيها 250 ميلي لتر ديال الكريمة السائلة اي كريمة متوفرة عندكم زوج العلب ديال جبن الطاري استعملت هذا جاغ في ممكن استعملوا ببغلي او لا اي جبن متوفر عندكم وايضا غادي نضيف لها واحد راس مع القصغي وردي النكه الكراميل باش تنكه لي الكريمة وفي نفس الوقت باش تعطيها واحد اللون لي شوية شوية ماي للباج يعني ماشي ببيض ناصح سوف يوم كنطلع الكريمة ومن بعد نديرها في واحد البورشا دوي كيكوناك تمسنن وكان زيين بها اللي كبكيك ديالي من الفوق بهادي الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معي انا زيينجهم بهالطريقة هادي باش ميجيوليش عاليين ومقببين بغيت الكريمة هكده تبقى هابطة كيف مما را وضح لكم في الفيديو شرح نفسه بنفسه وصوف يكون ادوت الزيين اللي كبكيك ديالي من بعد نضيف لهم غير واحد شوية ديال ورقة الدهب هكده في الجين باش ننهر ذك اللون الابيض وهكده كان الشكل نائي ديال الوصفات اللي شاكت معاكم اليوم عم بعد ما اخطيتهم هكده فوق البيفي كيف ملاحظوا معي شي حاجات اللي سهلة زوينة راقية وهمية و اي واحدة تقدر تحضرهم ماشي بضرورة تكون محترفة باش ديالي هكا حاجة زوينة وتكون متولة بالنسبة الملمعه من الفوق اما بالنسبة لها ديال المغلوم راقيت لهم هذه البابيونا اللي كانت ايضا في اللون الذهبي ما شاركته معاكم لان راكم عارفين كان الضغط من بعده الزربة بقيت الزربة غير في ساعة في ساعة باش نسالي في الوقت وبالنسبة لها ديال القليبات هدوثة هم حاجة شكل يروم زوين بزاف ورائعين نفس شي ايضا بالنسبة للمغل بالنسبة للمغل بالنسبة لبنات الثمان ديال قطو باش ممكن نخرجوا هكذا نقدر نخرجوا 300-350 درهم على حساب شحل فيه الميزان يخرج 150 درهم للكيلو المغلومي لكان فيهم المكسرات يخرجوا ب13 درهم للحبة إلا ما كانوش فيهم المكسرات يخرجوا غير ب10 درهم للحبة اما بالنسبة لدوكل القليبات يخرجوا ب8 درهم وليكا بكيكة همه 8 درهم لانا خدمتهم بالكريمة للجبن الفيديو ديالي احنا غادي سعلي انتم من حبيباتي تكونوا استفدتوا معي نخليكم دباء الى فيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة